حالة استنفار وضغط يرتقب أن تعيشها الجامعات خلال الدخول الجامعية المقبلة وفي المشهد العامة العمليات الإدارية المراطونية التي تدخل في برنامجها بداية كل عام معالجة مختلف المسائل الإدارية دفعة واحدة على غرار ملفات التحويلة الجامعية زيادة عن تسجيلات المتخلفين عن التسجيلات الأولية للطلبة القدامة نحن حالياً ما زلنا مع الامتحانات الاستدراكية الخاصة بالموسم الجامعي 2019-2020 ستتبعها مرحلة أخرى وهي مرحلة إعداد الشهادات بالنسبة للمتخرجين في السنة الثالثة لسونس وفي السنة الثانية ماستر وستتبعها أيضاً الإجراءات من أجل استقبال الطلبة الجدود الطالب يغيب عنده يغيب عنده الحافز نحو الدراسة وبالتالي هذه شكله مشكل كبير أيضاً عدم القدرة على الاندماج بعد الإنقطاع وتأجيل هذه كل المشاكل أيضاً حتى الطالب لما يعود إلى مقاعد الدراسة يصبح في مسابقة يدخل في سباق معه الزمن وبالتالي همه الوحيد النقطة أو المعدل لذلك يسعى الأساتذات لتفعيل التعليم عن بعد لاستدراك الدروس وتفادي التأخير الذي سيلوح في الأفق لا محالة بالنسبة للطلبة الجدود مسجلين في السنة أو لصنص يعني يتم التعليم بطريقة حضورية عادية بالنسبة للسنوات الأخرى على الأقل بداية من السنة الثانية لصنص إلى السنة الثانية مصر أتمنى أن تعمم تجربة التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني جائحة كورونا تضع السنة الجامعية على المحكة فتأجيل الدخول الجامعي لا يزال مرتبطا بالوضعية الصحية للبلاد الأمر الذي يجعل الوصاية مجبرة لمخيرة لاعتماد نمط التعليم عن بعد